أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 37 شخصاً من بينهم قيادات لحزب الله وخلال مؤتمر صحفي أوضح وزير الصحة اللبنانية في رأس الأبيض أن من بين القتل ثلاثة أطفال وسبع نساء إلى جانب عدد كبير من الأشلاء وأشار إلى أن الفرق الأسعافية والدفاع المدني يعملون على إزالة الركام واستخراج الجرحة والضحايا الاعتداء اللي صار مبارح في منطقة الضاحية الجميع بيعرف أنه كانت الفرق الأسعافية والإنقاذية والدفاع المدني عم يشتغلوا مبارح من بعض الضرب إلى طول الليل إلى الآن بإزالة الركام وحتى نحن نقدر نستخرج الجرحة والضحايا